اهتتحت اعمال الجمعية العامة للكنائس الانجيلية باقليم شاريء الاوسط في دورتها الرابعة والاربعين لتحالف الكنائس الانجيلية وذلك بحضور عدد كبير من اتباع الكنيسة الانجيلية مونة حسن سكايا بهذه الترانيم الانجيلية بدأت عمال الجمعية العامة للكنيسة الانجيلية في دورتها الاربع والاربعين في تحالف الكنائس الانجيلية باقليم شاريء الاوسط بمدينة سار تحت شعار دور الكنيسة في التفاهم المجتمع هذه الجمعية العمومية التي اقضتها تحالف الكنائس بالشادة تهدف الى تجميع الرؤى والاهداف لأتباع الكنائس الانجيلية العاملة بالبلاد بهذه المناسبة فقد قدم عمدة مدينة سار حسن علي عبد الرجال كلمة شكر فيها الحذور معكدا بان هذه الجمعية العمومية تؤقت في وقت الكل تحتاج الى تقريب الوجهات النظر اعقبه في الهديث رئيس اللجنة الاقليمية الذي اكد ان الجمعية العمومية تعتبر كالركيزة لاتباع الكنائس في تشادة حيث ان ممثلي الكنائس الاقليمية واللجان الفرعية والبلدية واللجان زات تابع الكنتون كي تطيه لحم الفرصة لعجل تبادل العارة والقيام بالعنشطة المشتركة هذا وفي نهاية عمال الجميع العامة للكنيسة الانجلية تحدث حاكم اقليم شاري الاوسط عزيز محمد صالح والذي تناول فيه انوان الملتقى كشعاء اساسي لتحالف الكنائس من عجل رسم الهداف البناعة لتقدم المجتمع الكنسي واضاف بان الهكومة تقف وتصاند الكنيسة الانجلية عبر هذه الجميع العمومية وتقدر جهودها بالعمل سويا بقية الوصول الى الافضل والعمل على مكافهة الفقر ومحو العمية وطرد العمرات ومهاربة الجهل والتخلف والندال صويا لعجل رفع التحديات التي تواجه البلاد اشتركوا في القناة